طبعاً كان فيه دور كبير جداً لنزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية تحية كبيرة جداً دار الأوبرا المصرية بتعمل مجهود جبار دكتور خالد داغر بقوله ألف مبروك طبعاً على رياسته لدار الأوبرا عامل مجهود فظيع في أنه بيطلع شباب جديد وجيل جديد وبروتوكول جديد جوه مصر وخارج البلاد وطبعاً يعني بتكلمي أن الحاجات دي كلها بتساعد أن الواحد يكون قردي موجود بتدعمي الفن بجد مش أن أنت بس كانت فيه حفلات غريبة بتبقى موجودة وأغاني تانية الناس بتغنيها كانت صعبة قوي بس لأ وزارة الثقافة الهيئة المصرية دار الأوبرا لأ فيه فيه حاجات كتير جداً بتحصل بيطل فني بمناسبة الأغاني الغريبة أنت هنا بتكلمي على الأغاني المهرجانات أو موسيقى الرهب أو شكل الموسيقى المختلفة يعني أعتقد أن ده كان موجود على مورة العصور الناس لما بتنتقد بتنتقد الكلمات أكتر لبلك أنا ما بنتقدهوش بالعكس عشان تكون يعرف يعني هو نوع من أنواع الفن ظهر فجأة وبعدين على فكرة هو أريدي كان موجود برا في أوروبا بشكل معين هو فرض نفسه في وقت كان فيه كورونا وكان فيه ناس كلها مستخبية في البيوت ففجأة بقيت ناس بتعمل راب وبيت وبيحاولوا يغنوا بيطلعوا يعني بيطلعوا المزيكة اللي هما بيحبوها ده شافوا الشكل اللي هما يقدروا قدموها واللي على فكرة هما نجحوا نجحوا وبقى موجود في كل البيوت المصرية وفيها جمل على فكرة بيأخذوا جمل شرقية يحطوها في النص والناس حبيتها فبقى حاجة موجودة بيتغنى في الأفراح وبيتغنى وبنرقص عليها مش بعترض عليها بس مايفعش يبقى ده الفن في الوطن العربي بسعب جدا احنا مسألة انه نرجع تاني التراث والناس تقعد وتسمع وتتسلطن وزي ما كنا بنشوف الحفلات في الأفلام لاب يدوسوا الناس كلها قاعدة بشياكة واناقة وقاعدة ومستمتعة بحفلات الست انا شايف انه في عودة وعودة بقوة كبيرة جدا وبقينا بنشوفها في حفلات دار الأوبرا المصرية والأسرة المصرية كلها موجودة في الحفل دي حقيقة ما بقتش بتفرض نفسها على مثلا هقولك انه هما ناس كبيرة بس اللي بتروح لا بقى في دار الأوبرا فيه براية كبيرة جدا حفلات كتير لمواهب صغيرة وعلى فكرة فيه بنوتات صغيرين بقوا بيحبوا الأغاني القديمة وبيذكروا وبتلاقي بالعكس العيلة كلها رايحة متشيكة ولفسها بيدال وفساتين وريحين دار الأوبرا يا جماعة انا داري حاسمع حفلة مبسوطة يعني لا فيه تقدم كبير جدا دار الأوبرا بصراحة لها دور كبير صحيح